بيان الثبات على المبادئ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فلقد أخذنا على أنفسنا العهد أن لا نكون شهود زور على مشاريع تصفية الثورة السورية وإننا إذ نرى دعوات المصالحة والتطبيع مع النظام المجرم تترى على قدم وساق فإننا نؤكد أن الموت ونحن نتجرع السم أهون ألف ألف مرة من أن نصالح عصابة الإجرام التي دمرت سوريا وأبادت أهلها إن مصالحة تلك العصابة تعني أن يموت شعبنا ذلا وقهرا وتعني بيع دماء الشهداء الذين مضوا وهم ينشدون كرامة سورية وعزة أهلها ولذلك فإن المجلس الإسلامي السوري يدعو إلى الثبات الكامل على مطالب الثورة السورية والتمسك بوثيقة المبادئ الخمسة التي أصدرها من قبل وهو إذ يثمن دور الدول المضيفة للشعب السوري المهاجر إليها يطالبها بضمان حقوق المهاجرين وعلى رأس تلك الحقوق العودة الطوعية الآمنة التي لا تكون إلا بزوال عصابة الإجرام والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر